الجيل الثاني من آل سعود يعتلي أكثر في هرم السلطة لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية يصل حفيظ من أحفاد الملك المؤسس لمنصب ولي العهد بعد إعفاء الأمير مغرن نزولا عند طلبه بحسب قرار الإعفاء الرجلان القويان الآن محمد بن نايف ومحمد بن سلمان بدأ حاضرين بقوة في المشهد السعودي منذ تولي الملك سلمان السلطة قبل قرابة مئة يوم لقد قاداء الحملة العسكرية السعودية في اليمن التي خلفت شعورا وطنيا قويا داخل المملكة محمد بن نايف بن عبد العزيز خمسة وخمسون عاما يتولى منصب ولي العهد ويحتفظ بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عرف بمحاربته الفعالة لتنظيم القاعدة في البلاد وبفكرته بتأسيس لجان المناصحة وتربى في كنف والده الأمير نايف بعد أن قد وزارة الداخلية طوال 37 عاما وقد نجى الأمير محمد من محاولات اغتيال نفذها انتحاري ينتمي للقاعدة وادعى أنه يريد مقابلته ليعلن له توبة محمد بن سلمان ولي ولي العهد ووزير الدفاع هو الابن الأصغر والمفضل لخدم الحرمين الشريفين يبلغ قرابة الثلاثين عاما حسب عدة مصادر قرر التعيين يقول إن قدراته اتضحت للجميع من خلال كافة الأعمال والمهام التي أنيطت به وتمكن من أدائها على الوجه الأمثل قبل عامين عين رئيسا لديوان والده عندما كان وليا للعهد موقع ذو نفوذ كبير عرف عنه حماسه وطموحه وقالت وسائل إعلام تابعة للسعودية إن تعيين ولي العهد وولي ولي العهد حظيت بموافقة الأغلبية العظمى لأعضاء هيئة البيعة القرارات الملكية تبدو ترصيخا لسياسة سعودية جديدة في الداخل والخارج أكثر جرأة وحزما بدأت بتولي الملك سلمان الحكم والسنة المطهر